بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله أحبب التركوا كامل بخير وكامل مهنيين اليوم من مطعم عم إدريس نحن نديروا مع بعض تحلية رائعة تحلية سهلة مهلة وبنتها ما نحكي لكم تقوني تخد من أروع ما يكون نبدأوا على بركة الله بسم الله هنا يا حكمت بداية كاسخال حطيت فيها زود كسان تاع الحليب عندي لهنا كرام ديسر كرامل هنا ويتباع في الاخر ويني بيعوا لوزن تاع الحلويات نحط منه لهنا يا باكي أنا أخديت دوغ كرامل كاين كامل أدوغ الدوغ اللي تحبو ديرو بقيت مغرف تاع السكر ونبدأ نخلط لهنا ملح ملح تاع قبل عادي كي ما نخدمو أي فلن نديرو ونبعد لهنا زدنا له مغرف تاع اسمه طوفيا لدوغ كرامل تانيك هنا بعد ما طفينا وبعد حطينا هذك المغرف تاع الطوفيا ونقعدو نحركو نحركو فيها حتى احتدو بنا كامل وتندمج مع هذك الخاليط نخلوها تبرد لهنا تماماً وبعد نعود نحكمو لهنا نغي سيبيون نحطو فيه نصف كاس تاع الشانتية نزيدو اللي حكمو لهنا نصف كاس تاع الحليب ونفتتو فيه هكدك وحد خمس حبيبات حتى لستة تاع أي نوع تاع البيسكوي عندكم اللي هنا يا والطريقة راهي توضح لكم كل حاجة هنفتتنا استحبيبات تاع البيسكوي في هذك الحليب ودوك نحكمو ونخلطو ملح ملح حتى يدو بهذاك البيسكوي كامل في هذك الحليب ونزيدوه على هذك لشانتية تانا نحكمو واحدة من هادو كرامل بدوك تاني كرامل حنا دلناها كامل كرامل لهنا اي دوك راكو حابينو ديرو اللي مام اي طاب وشنو تكملو بالادواء اللي راكو حابين هانتوما بصح هاد الدوك كرامل في المطاعم مطلو بزا بزاف ويخرج روعة روعة نخلطوه ملح ملح لهنا مع هذك البيسكوي لشانتية ونحكمو الباطور نزيدو قبله هنا ياربع كاس تاع الحليب نخلطوه ملح ملح مع بعضهم هكذا حتى يندمجو هدو العناصر كامل مع بعضهم ونحكمو الباطور تاعك وطلعيها كي ما تطلعي اي شانتية تديرها هاي لك لازم الهنية والحليب كي تديروه لازم يكون بارد وهذك الكريمة خليوها حتى تتبر تماما وتجمد كي نطلعوا هاد الكريمات على شانتية مع البيسكوي نعودو نحطوها هاي لك اللهناية بعد ما بردت تماما كي نزيدوها اللهناية على هادي الشانتية اللي كنا طلعناها نحطو هاكذا بالعقل ونخلطوه نحطو نصف كمية برك ولا فوق نصف بس كي راح نسحقو البقية راح نستعملوها ومبعدا تخلطي وتحاولي انك تدخلي كامل هادي الكريمة تاعك مع الكريمة الليولا حتى يندمجو لهنا قبل ما روحو المونتاج نحكمو شوية تعلحليب ونحطوه مغرب صغيرة تعلفاني خلطوها ملح ملح ونوحو المونتاج تانا تقدري هاديك الكريمة تدريها كامل تماما كي ما تقدري تزيني بها في الاخير هاكذا خطوط هنا عندك لشوح نزلناها كامل عودنا حطيناها في الكريمة كامل وفضلنا التزين باش نقصو الحلوات مجينة شحلوة واسمها تحلية تعنا فضلنا نرشو الكاكاو قبل من فوق ولي حبو الحلوات بزبزب هادك الكريمة تحطيها فوق ينبوش هاكذا وغير هاكذا كبرك تحطي تحكميها وديرها في ينبوش جيتها بالعفول وديرها دخيها هاكذا من فوق فوق الغوزاز اللي راح ينديروهم تشمخي هادك البسكوي فالحليب اللي فيه لفاني ونبعد نحكمو الكريمة اللي كنا درناها بلا شانتية وهادك كرام ديسر واسمو البسكوي هادك والحليب ونديرو الهنايا نعمروه هنا تقضي دير اغب الملعقة برك هما اللي هنا باش يزربوا برك يخدموا بلا بوش تحكمي اي حاجة هنا راهي عون بوغتي على بيها قدرناها في هادو في هادو اسمهم البوات ليدوهم معاهم وبعد ازدنا الهنايا البانان نديري هادك الكريمة تحطي البانان وتعاودي تزيد شمخي البسكويت تاعك وتديري طبقات تانية ونبعد تديري الغوزاز اللي هنايا هنا يقول لكم في هنا كي تديرو الكريمة تاكم لاخليتو امباختي من هادك الكريمة انفو تديرو هادل غوزاز حطوها في امبوش ونبعد رشو عليها غير هكدا كيشغول اكو تديرو في الشوكولادي تخيطة شوكولا هو فضل لهنا لا لا يدير هادل غوزاز وفي الاخير يرفش عليها شوية على الكاكاو هاكدا بعد معمر كامل هادك العلبة تاعو راكو تشوفو فيها كيفاش تخرج وتجي معمرة ما شاء الله ولغطة تحاجي هاكدا بومبي ما راحش يتقيس لها اشعليها شوية على الكاكاو وبعد تحطوها في تلاجة تبرد مليح مليح هي دجا عباردة وشنو تبردوها مليح مليح باش تقدموها الافراد لعائلتاكم ستقوني تحلية من اروع ما يكون تخرج روعة روعة وبنتها ما نحكي لكمش والنتجة الاخيرة اكو تشوفو فيها كيما العادة دوكله هنا نحاولو اني نوري لكم كيفاش جاتل داخل هادك البسكوي راح يتشرب بكامل هادوك النكهات وكي تاكلوها يعطيكم طعم الكاكامل يخرج روعة 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 اكو تشوفو فيها بعينكم تخرج من اروعة ما يكون ستقوني تستهل تجربة كان هدا هو الفيديو تاع نهار اليوم وقبل ما نروح احنوريكم تانيك شوية من من وسمو من الاطباق لي قدمها هنا ايا كان كوموندا واحد هادية واسمها احلي كامل اسمها عفوا الكبدة تاع الجج ما غيني را كو تشوفو فيها مع بطاطا هادك الغيمة في حط درها هو صغيرة مش عطا قطعوها صغيرة هو درها طويلة كان تانيك لليجوم سوتي اللي هنا ايا را كو تشوفو القرعة زرودية وشوية تاع الروز تانيك مخدوم من اروع ما يكون هدا الروز يخرج روعة بالكوركم والبصل كامل وشو سلاطة بالكرم زرودية بالكرم واسمو الزيتون هكو تشوفو طماطية شوية تاع البصل شوية تاع وسموتين كل مايز وحط لهم صلصة قدمها تخرج روعة روعة هاد طبق يخرج من اروع ما يكون كاشنها ان شاء الله نديره لكم كان هدا هو الفيديو تاع نهار اليوم من مطعم عم ادريس مطعم يعني رائع عندو بنا خاصة في وسمو في المأكولات تاعو والتحلية كانت من اروع ما يكون ها ام بورتي كانت روعة روعة اصدقوني تهل تجربة هدا هو الفيديو تاع النهار اليوم تاعنا ان شاء الله حبيبتي يعجبكم مبقى لغا نقولكم كالعادة بختجوا هدو الوصفات في مواقع التواصل الاجتماعي ديروا الجام هكذا بش يوصلكم كل جديد تاعنا دومتم في رعاية الله وحفظة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة